بحيث ان احنا بنحس الناس على فكرة ان هم مشاهدين رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الفقرة دي برضو بنتكمل معاكم كلامنا في كلامنا عن الانتخابات الحقيقة مبارح كان اليوم الاول في الاعادة وفي الجولة التانية للمرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية واللي بتضم مجموعة من المحافظات الحقيقة يعني في ناس كتير جدا قالت انه الاقبال وده بالفعل وشفناه الاقبال كان اقلب كتير قوي من الجولة الاولى او من اليوم الاساسي اللي تمت فيه الانتخابات البرلمانية لمرحلتها الاولى العملية الانتخابية الحقيقة كان فيها اشياء كتير ايجابية وبرضو كان فيها اشياء كتير سلبية الرقابة المجتمعية كان لها دور مهم جدا والشباب بشكل عام المصريين بشكل عام كلهم بكل فئاتهم كانوا حابين ان هما يشاركوا ولكن علامات استفهام كتير جدا ظهرت في الجولة التانية دفنا النهاردة فقرتنا دلوقتي مع حضراتكم فنهارك سعيد هو الاستاذ شادي العادل شادي هو مدير عام مؤسسة بكرة للدراسات الاعلامية والحقوقية هنتكلم معها بشكل عام عن الرقابة على الانتخابات رصد المخالفات رصد التجاوزات زي تم تفعيل هذا الرصد من قبلهم وبالتالي طبعا من قبل بقى الجهات المسؤولة عن انها تحمي الانتخابات الفارلمانية من انه يكون فيها اي مخالفات سباح خير اهلا بحدتك معنا النهاردة شادي في البداية اكلمني الاول عن رصد المخالفات او التجاوزات اللي تمت في المرحلة الاولى وهل كان فيه تجاوزات او مخالفات برضو حصلت انبارح في الاعادة للجولة التانية احنا في المؤسسة مهتمين اكتر بالاعلام وعندنا انترنت ريديو وعندنا موقع اخباري فجينا بقى مرحلة الانتخابات قعدنا كلنا مع بعض هنعمل ايه في الانتخابات هلها نقوم بتخطيطها بس وهنشتغل عليها الشغل الاعلامي المعتاد كان فيه مجموعات من الشباب اللي عايزين نعمل اكتر من كده عايزين نتفاعل مع المجتمع اكتر من كده فطلعت مبادرة صدى مبادرة صدى هي اختصار لصور دون ابعت بمعنى ان الشباب اللي هيروحوا يشاركوا في الانتخابات كمصوطين وكناخبين هيقوموا بيروحوا يصوتوا انهما بس مش هيبقى دورهم انهما يصوتوا اللي شايف حاجة ومحتاج يكتبها او شايف ان فيه ظاهرة حصلت قدامه او موقف حصل قدامه انتهاك او حاجة ايجابية ايا كان وعايز يكتب دوت او عايز او صور دوت فعليا سواء فوتوغرافية او فيديو يبعت لنا واحنا نقوم بنشرها وبتوسقها بالاضافة لمجموعة من المرسلين اللي هم بيعملوا بالفعل في الموقع الاغباري معانا او في الراديو وده فعلا تم بشكل كبير حصل تجاوب كبير جدا مع المبادرة من قبل شباب مصر عادي جدا في كل المحافظات سواء في لقصور او في دومياد بورسعيد اسكندرية كانت بتجيلنا ايميلات بحاجات مكتوبة وصور وفيديوهات اتصالات تليفونية على الراديو طول النهار ان احنا كنا طالعين هوا من سبعة الصبح لحد ما اللي جانب تقفل سواء الساعة تسعة او الساعة سبعة في الجولة الاولى وده يعني اظهر مدى ايجابية الشباب المصري ان هو فعلا مبسوط باللي بيعملوا فرحان بالحالة اللي هو اوجدها من 25 يناير سواء بعد قيامه بالصورة او الانتخابات بقى اللي هو الدور السياسي ليهم بعد ما نجحوا صورتهم فبالفعل ده كان يعني كان فيه نجاح لدوات نجاح في ايجابيتهم بالاضافة ان هو اظهر بقى مزايا وعيوب العملية الانتخابية اللي تمت سواء في الجولة الاولى او جولة الاعدل المرأبة دي بتحصل بما ان الشباب اللي رايح يدلي بصوته او رايح ينتخب ينتخب مثالي ده اكيد باب يبقى جوه اللجنة او برا لجنة يعني متواجدين في كل الاماكن جوه او برا جميل جدا في الفقرة اللي قبل حدثك على طول كان معانا الاستاذ احمد البطريق والحقيقة كنا بنتكلم معاه في فكرة انه فيه حركات كتير جدا واحنا كمان استضفنا يعني كتير منهم في نهارك سعيد انه فيه حركات كتير جدا انه رصدت بالفعل اتجاوزات او مخالفات علشان حصلت من بعض الاحزاب ايا كانت اسلامية مش اسلامية مش هي دي المشكلة ولكن كان فيه مخالفات لما سألنا عن الموضوع ده قالنا والله مفيش حاجة وصلت للنيابة يعني احنا رصدنا بس مفيش حاجة لحد الوقت مفيش ولا بلاغ وصل فبالتالي مفيش اي حد مدان بأي مخالفة ولا فيه اي حد مدان بأي حاجة كل الحاجات اللي رصدتوها احنا جميل جدا ان احنا نرصد كل المخالفات ولكن هنوصلها ازاي بقى علشان نقدر نتجاوز المرحلة الموضوع ده او المخالفات دي في المرحلة التانية تمام المجتمع المدني في مصر بيشتغل في مجالات مختلفة جدا كل مؤسسة وكل جماعية بيبقى ليها اطار هي بتشتغل فيه فيه ناس معنية بفكرة تقديم البلاغات فيه جماعيات ومؤسسات معنية بفكرة الرصد فيه مؤسسات مثلا زي مؤسستنا فكرة ازهار الايجابيات والعيوب من خلال الشكل الاعلامي اللي بنقدمه وعدين معروف في القانون المصري وده حتى كان قبل الثورة ان انا لو دلوقتي ازهرت مثلا فيديو مقطع فيديو لحد بيزور فده بلاغ رسمي للنقب العام من غير ما اروح اقدم بلاغ للنقب العام لو اتنشر في جورنال او في موقع زي ما حصلت حلواني بالزبط يعني هو فكرة ان مجرد ان انا بارسو ده انا لو صورت وقعة قتلة دلوقتي فهو بلاغ للنقب العام بوضوء يعني بلاغ واضح يعني تفتكلي شكل دلوقتي ان احنا عنا تجاوز ان مفروض ان فيجي هاترقابية في الدولة بتشتغل على ده من اساس شغلها ان هي تشتغل على ده ان في شباب كتير يعني مثلا في شباب بتروح تصور حال التزوير او تشوف حال التزوير بس هو ما يعرفش في القانون هو مش محامي ومعندوش محامي يروح يقوله خد ده وروح قدمهولي في النقب العام بلاغ باسمي ما عندوش ده بالاضافة ان العملية الانتخابية هي عملية عامة مش شخصية بمعنى ان من حق مثلا اي مواطن في دايرة لو شاف دعاية بتتعمل برا اللجنة مش بقى مرشح ناخب عادي ان هو يروح يقدم بلاغ في الحزب اللي بيعمل دعاية ان هو بيتعدى على حاجة عامة او هو الموضوع عامة مش عملية خاصة بتعدي على زي مال عام او شأن عام فهو بينتهك بس فعشان كده احنا مثلا ما عندناش الدور القانوني بس عندنا الدور الاعلامي لازهار السلبيات او الايجابية طبعا السلبيات بيبقى في مؤسسات تانية بتروح بتقدم بلاغات فيه اشخاص سواء مرشحين او ناخبين شايفين ان هم متضررين من الانتهاكات اللي حصلت بيروحوا يقدموا بلاغات ولو كان الانتهاك واضح للعيان فده بيعتبر بلاغ لنها بلاغ طيب من مبادرة سادا هل حصل ان فيه حد قدم بلاغ؟ هل حصل ان فيه اي ربط على البلاغات؟ لا ما كانش احنا ما قدمناش بلاغات بشكل رسمي في مبادرة سادا جت لنا في المرحلة الاولى او في الجولة الاولى وفي جولة الاعادة مجموعة ضخمة من الانتهاكات هو طبعا كان فيه ايجابيات في العملية الانتهاكية كتير اكيد ده يعني ما فيهاش كلام منها طبعا الاقبال الرهيب اللي كان في الجولة الاولى الغير متوقع مشاركة المرأة اللي فعلا ابهرتنا بشكل جبير جدا اكيد الدأمين الهائل اللي كان حصل عن الانتهاكات المفاجئ المفاجئ اللي مشفطناش فيه اي حوادث الحمد لله يعني احنا ليلت الانتخابات كل الحاجات الاجابية عارفانها حايزولك ليلت الانتخابات الشباب المراسلين احنا عاديين منجهز بقى بقى عندنا انتخابات كان فيه حالة يعني تشوق اليوم للانتخابات وفي نفس الوقت فيه حالة من الخوف انه يبقى يوم دموي كان فيه أمان وحركة سالسة جدا حاجة فقدنها في المجتمع بقى لنا عشر تشهر فالحمد الله ظهرت فجأة بقى فيه انضباط أمني رهيب جميل جدا بس مش هو ده سؤال سؤالي الحاجات اللي تقدمت لكم أو الانتهاكات اللي تقدمت لكم عملتوا بيها ايه فيه حاجة أظهرنا طبعا الفيديوهات اللي قدرنا نصورها نشرناها على اليوتيوب بشكل موسع الحاجات المكتوبة أظهرناها التليفونات اللي جات لنا ان كان فيه انتهاكات غريبة بالذات في المحافظات المحافظات غير قاهرة شوية كان بتظهر فيها حاجات فعلا غريبة وغير متوقعة بس ما فكرتوش انكو توصلوا البلاغات دي أو توصلوا الفيديوز دي أو توصلوا كل الحاجات اللي انتو عرضتوها دي على اليوتيوب لنائب العام لنائب العام لأ احنا لا نملك محامين في المؤسسة احنا بنشتغل في الاعلام بس بس اللي احنا عاملينه دلوقتي حاليا جوه المؤسسة ان احنا بنجمع كل الفيديوهات والمكالمات التليفونية اللي هي على عهد ترويها اللي هو بيبقى الاسم وعندنا البيانات بتاعته زي صاحب البلاغ يعني بالزبط اللي فيها انتهاكات واضحة جدا يعاقب عليها القانون وفي حاجات فعلا يعني وصلت للطائفية والعنصرية وحاجات كانت بالذات في الفيوم اه دي احنا بنجمعها دلوقتي بحيث ان احنا هن نروح نديها لمنظمة زميلة بتشتغل على النواحي القانونية عشان هي تقوم بتقديم البلاغات وانتو شغالين فعلا على ده ده احنا بنجمع ده حاليا يعني احنا بنجمع كل اللي بيجي لنا من الفيديوهات ده بيتجمع وبنشوف ايه الحاجات اللي فعلا واضحة اللي ينفع يتقال ان ده هنا فيه تجاوز اعتقد انه مهمة اوي انكو تعملوا الموضوع ده بسرعة قبل الدخول على المرحلة التالية بس بصي هو الموضوع مش مقلق ان انبارح كان فيه حاجة مطمئنة شوية زي فكرة الغاء نتائج دائرة الساحل وانه هيبقى فيه اعادة انتخابات فيها فده شيء مطمئن شوية انه فعلا بدأ انتهاكات الانتخابات اما بيتقدم فيها بلاغات بيتنظر لها بشكل اه بالزبط يعني بدأ فعلا يعني الاول قبل السورة كان بتحصل بلاوي في الانتخابات والدنيا بتعدي قبل السورة حاجة وبعد السورة حاجة في تخوف ان يفضل النظام زي ما هو قبل السورة الانتخابات ما كانش حد بينزل فيها واللي كان بينزل يكتب حاجة تانية كان بيلاقي فيه مطمئ جنبه بالزبط ما هو قبل السورة حاجة احنا بنتكلم دلوقتي في بقى فيما بعد ثورة 25 لا ده ده انتخابات فرلمانية نازية وهو ده اللي احنا بنأمل فيه هو ده الحمد لله للشعب المصري كله ساعدنا عليه طبعا اقباله بالديمقراطية اللي هو بيسعى عليها بالحال الاحسن اللي هو بيسعى ليه وبيتمنى البلده احسن حال انما من الناحية التانية بقى كمان لازم يكون هنا موقف بالزبط لازم اذا احنا شايفين انه فيه حاجة معينة او فيه مجموعة معينة ايا كانت هي ايه بتحاول ان هي تكسر فرحتنا طبعا واتبوز علينا الديمقراطية ده المفروض بقى كمان ما نستسلمش طبعا يعني نكمل بقى صح؟ طبعا انتو دلوقتي المفروض انكم ابتدتوا يشتغلوا في انه البلاغات دي توصل بالنائب العالم وبرضو فيه حاجة عايزة اقولك عليها ان سواء مجتمع مدني او احزاب او مؤسسات دولة عندها حالة كبيرة من الارتباك ان فجأة وبدون سابق انظار الشارع سبقهم كلهم حقيقي ففعلا عاملة لغبطة ده حقيقي عند الكل ان المجتمع المدني كان اول يقول هنحاول وبنحاول وهنشد بايدي الناس وقعدين فجأة لا الناس بتجري ايه فهو مش قادر يلحقهم ايه والناس عايزة تستقروا عايزة تكون حالها يعني المجتمع المدني الاحزاب مؤسسات الدولة تقريبا عايزة تعمل سبيرنت من السبات ان الشارع فجأة جاي من بعيد ما كانوش شايفينه وجاي فجأة كل في 25 يناير وما بعد 25 يناير ان الخطوات بتاعت الشارع المصري اصبحت سريعة جدا تفتي كريشة